بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وعمل بسنة يوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون يخبر سبحانه وتعالى عن المآل الذي سيقول إليه هؤلاء المعاندين لآيات الله تبارك وتعالى لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يريدون أن يدفعوا الحق من آيات الله تبارك وتعالى الآيات المنزلة من الله وهي الحق منه سبحانه وتعالى بالباطل الذي يعتقلونه قال جل وعلا أن يصرفون يعني كيف يصرفون هكذا عن الحق مع وضوحه وبيان دلالاته أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب الكتاب القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وبما أرسلنا به رسلنا الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى وقد أكنت آيات عيانية بيانية الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا تهددهم الله عز وجل قال فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون سوف يعلمون أي أن ما كبرهم هذا وردهم للحق محاولتهم دحضه بالباطل الذي عندهم وردهم آيات الله تبارك وتعالى وتكذيبهم بآيات الرسل فإن الرسل كل دعوتهم دعوة واحدة دعوة الرسل دعوة واحدة وبالتالي كل دليل يظهره الله تبارك وتعالى وضرهان على رسول إنما هو دليل للرسل جميعا وذلك أنه من الله تبارك وتعالى فهؤلاء الله تبارك وتعالى يقول فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم عندما تكون يوم القيامة الأغلال وهي هذه القيود التي تقيدهم أطواق من حديد النار الذي يقيدهم والسلاسل يسحبون في الحميم الماء المغلي الذي وصل حموه ثم في النار يسجرون تشتعل أجسادهم بالنار فإن النار وقودها الناس والحجارة فعندما تسجروا وتشتعل أجسادهم بالنار في يوم القيامة وهم على هذه الحال في القيود والسلاسل أن ذلك يعلمون أن ما كانوا عليه إنما هو الباطل ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون يقال لهم وهم في هذه الحالة من حالة العذاب والنكال أينما كنتم تشركون من دون الله وين ألهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله أين الشمس لتغني عنكم أين القمر والشمس والقمر حجران عقران في جهنم معهم أين أصلامكم وقد أصبحت هذه الأصلام يعني أجزاء من النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم وأما الذي ظنوه أنه الملائكة عبدوا الملائكة فإن الملائكة في رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه بريئون من عبادة هؤلاء والذين عبدوا عيسى بريئون عيسى بريئون منهم يبرأوا منهم فيقال لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ما نحن شايفينهم ضلوا عنا ثم يكذبون فيقولون بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يظنون أن كذبهم نافع لهم في هذا أو لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني أن لها كل الذي دعونا وهذا لم تكن له حقيقة نافعة فجعلوهم لأنهم لم ينفعهم لم تنفعهم هذه العبادة فكأنهم لم يستفيدوا شيئا من هذا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قال جل وعلا كذلك يضل الله الكافرين كهذا الضلال يضل الله تبارك وتعالى الكافرين فيضلون في الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة كذلك يقسمون بالله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم فعلى هذا الصورة من صور الضلال يضل الله تبارك وتعالى الكافرين ذلكم يعني هذا الذي أنتم فيه من العذاب والنكال بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق تفرحون بشرككم بفسخكم بفجوركم بابتعادكم عن طريق الرب سبحانه وتعالى وبما كنتم تمرحون مرح كما قال الله في شأن الكافر إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فهو في حالة من المرح وال يعني الاستئناس والرضى بما هو عليه من الكفر والضلال والحال أن هذا حال لا شك أنه لو كانوا يعقلون لكان حال مقلق وكان حال مخيف جدا أن يكون معاندا ومعارضا لرب تبارك وتعالى في أرضه وتحت سمائه وفي آياته كيف يقر لهذا قرار من هو على هذا الحال لكنهم كانوا في الدنيا يعني يفرحون ويمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها هذا الأمر الإلهي يقال لهم على هذا النحو ادخلوا أبواب جهنم وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن لجهنم سبعة أبواب قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم كل ناس سيدخلوا من الباب الذي أعد لهم وكل باب يفضي إلى دركة من الدركات عياذا بالله ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بئسة البشرة لهم بئسة البشرة والإخبار لهم أنهم يدخلوا بلا خروج أنه دخول بلا خروج خالدين فيها باقين فيها بقاء لا ينقطع فبئس مثوى المتكبرين بئس الإنشاء الذنب يعني لا مثوى أذنب وأشد كراهية وأشد يعني إيلاما من هذا المثوى المثوى مكان الثواء مكان الإقامة ومكان يعني البقاء فبئسة مثوى مقام وبقاء المتكبرين كنتم متكبرين عن الحق في الدنيا علمتم الحق ووضح لكم ولكنكم لم تقبلوا فبئسة مثوى المتكبرين يعني النار عياذا بالله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإخوانا المؤمنين إياها ثم قال الله تبارك وتعالى رسولي فاصبر إنه عدى الله يعني إذا كان هذا هو المآل الذي سيقول إليه المتكبرون ممن لم يرضوا هذه الرسالة ومن دفعوها بكل ما دفعوها به رسالة الحق المنزلة على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه إذن فاصبر فاصبر على ما النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الابتلاء من أذى هؤلاء الكفار ومن تكذيبهم إن وعد الله حق لك ولهم فوعد الله تبارك وتعالى حق لابد أن ينصره الله تبارك وتعالى الله ناصر رسوله كما وعد سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة كما جاء في نفس السورة إنا لا ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجع وهنا بين الله تبارك وتعالى بأنه إما أن يصيب هؤلاء المكذبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما عدهم الله تبارك وتعالى وتعددهم به في العذاب الدنيا أو يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعاقبهم الله تبارك وتعالى بعد وفاته فالأمر إليه فإما نرينك أي في حياتك يعذب هؤلاء القوم وأنت شاهد فإما نرينك بعض الذين عدهم أي من العذاب والنكال أو نتوفينك يعني قبل ذلك فإلينا يرجعون فإن مرجعهم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبهم على كفرهم وعنادهم وقد أرى الله تبارك وتعالى النبي بعض هذا العذاب كما أراه عذاب الكبراء ممن كانوا يقفون في وجه هذه الدعوة ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى وإذون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى عذابهم في بدر فإنهم جمعوا هؤلاء السبعون سبعون من كبار قريش ومن صناديدها جمعوا كلهم في قليب واحد وألقوا فيه وقال له النبي ناداهم بأسمان يا فلان يا فلان يا فلان هذا رأيتم ما وعد ربكم حقا هذه نهايتكم وتلك الذي دخلتم في عذاب الله تبارك وتعالى فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فهذا بعض هذا وكذلك قبل هذا قد كفاه الله تبارك وتعالى سبعة من المستهزئين قال الله تبارك وتعالى رسوله إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر كان هناك سبعة من كبار قريش يستهزئون بالنبي وبدعوته فكفاه الله تبارك وتعالى إياهم قتلوا جميعا فبشر الله تبارك وتعالى رسوله أولا بأن وعد الله تبارك وتعالى له بالنصر والتمكين وبلوغ هذا الدين ما سيبلغ حق ثم عقوبة الله تبارك وتعالى في المعاندين حق وأنها لابد نازلة فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإنما آلهم في النهاية يعني ومرجعهم من الله تبارك وتعالى ليعاقبهم على الكفر والعناد ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نخصص عليك وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون ولقد أرسلنا رسلا يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد أرسل رسلا من عنده إلى الناس قبل يعني إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه من هؤلاء الرسل من قص الله تبارك وتعالى أخبارهم على النبي كما جاء في القرآن ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن نوح عليه السلام ومن شأن إبراهيم ومن شأن موسى ومن شأن هود وصالح فقد قص الله تبارك وتعالى يعني قصصهم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفي كل هذه القصص بيان هذه السنة إن جاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء الرسل ومن معهم من المؤمنين وإهلاك الله تبارك وتعالى للظالمين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك في رسل آخرين لم يقص الله تبارك وتعالى يعني قصصهم على النبي صلى الله وسلم ثم قال جل وعلا وما كان رسول أن يأتي بيات إلا بإذن الله يعني كل هؤلاء الرسل الذين جاءوا ما كان بأحد منهم أن يأتي بآية من عنده يقهر بها الكفار ليؤمنوا يعني به ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى ما في آية الرسول إنما هو مبلغ من الله تبارك وتعالى وينتظر حكم الله تبارك وتعالى فيه وفي قومه فما لرسول أن يأتي بآية من عنده ليقهر الكفار أو ليرد كيدهم في نحورهم هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله إلا أن يأذر الله تبارك وتعالى وأن يشاء الله فإذا جاء أمر الله قضيها بالحق إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى في هؤلاء المعاندين والمكذبين قضيها بالحق مثل ما نوح انتظر حتى جاء حكم الله قال أني مغلوم فانتصر فاشتكى إلى الله تبارك وتعالى فعند ذلك جاء حكم الله تبارك وتعالى وأمره الله عز وجل أن يصنع السفين أن يركب فيه هو يعني المؤمنين وأهلك الله تبارك وتعالى الظالمين وكذلك هذا عاد لما آذوه قومه ويعني حصروه وقال أتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله هذا علم يعني مجيء العذاب إلى الله تبارك وتعالى وليس إليه قال إنما العلم عند الله وملغكم ما أرسلت به لكن يراكم قوما تجهلون تجهلون تستعجلون عذابكم ونكالكم وكذلك كان الشأن في صالح عليه السلام فإنه كذلك تأمر به قومه وفعلوا ما فعلوا وانتظر يعني أن تأتيه يعني أن يأتيهم حكم الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يأتيهم فيه فلما جاءه الأمر قال لهم بعد أن عقروا الناقة وعثوا عن أمر بهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين فعند ذلك أخبره الله تبارك وتعالى بالموعد فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب هذا وعد من الله تبارك وتعالى غير مكذوب ولما جاء أمر الله قد كان وكذلك يعني كان الشأن مع موسى عليه السلام فإن موسى يعني أظهر آيات الله تبارك وتعالى التي نزلت عليه واستكبر يعني قوم فرعون وغلظت قلوبهم ولم يؤمنوا لآيات منها وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين لن نؤمن لك وتع الله تبارك وتعالى أن يحكم الله تبارك وتعالى فيهم بحكمه يعني الفاصل فقال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طبس على أموالهم واشتدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلموا ثم جاءهم أمر الله تبارك وتعالى بالغرق في الوقت الذي يعني شاءه الله تبارك وتعالى وحكم فيه فالأمل في الحكم بالنسبة ما بين الرسول وبين قومه إلى الله تبارك وتعالى وليس إلى الرسول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمد أن يقول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لو كان عندي العذاب الذي تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قلت أتيت بهذا العذاب فالأمر في الحكم إنما هو لله قال الله تبارك وتعالى رسوله وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله أي بالفصل والحكم قضي بينهم بالحق وخسر هنالك المبطلون في هذا الوقت سيخسر المبطل والرسل على حق ومعانده هم المبطلون معاند الرسل هم المبطلون هم الذين على الباطل فعند ذلك لا شك أن الخسارة ستكون لهؤلاء فلا يظن مشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن النتيجة لهم لا بل يعلم أن هذا حكم الله تبارك وتعالى وأنه إذا جاء فإن الله تبارك وتعالى ناصر رسوله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين سيخسر فإذا جاء أمر الله أي بالعذاب والنكال الكافرين قضي بالحق والله لا يقضي إلا بالحق سبحانه وتعالى وخسر هنالك في هذا الوقت في هذا الوقت وقت نزول يعني حكم الله تبارك وتعالى المبطلون تظهر خسارته ثم فاصل جديد شرع الله تبارك وتعالى لبيان إنعامه وإفضاله على خلقه سبحانه وتعالى لعلهم يتعظون ويعتبرون فقال جل وعلا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون اذكروا هذه النعمة أيها المقاطبون يا من تشركون بالله تبارك وتعالى من لا ينفعكم شيئا وتتركون الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل عليكم بكل النعم توجودكم وكل النعم التي أنتم فيها إنما هي منه سبحانه وتعالى فهذا من إنعامه الله وليس غيره سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأنعام جعل خلقه وصيرها على هذا النحو جعل لكم الأنعام بهيمة الأنعام وهذه الأنعام التي هي هذه الأربعة الطأن والماعز والإبل والبقر ذكر وأنثى تتناسل هذا فعل الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها منها تركبوا فنركب الإبل الإبل جعلها الله تبارك وتعالى يعني محل للركوب ومنها تأكلوا من هذه الأنعام تأكلون كل يعني هذه الأصناف الأربعة يأكل الناس منها وما قال تأكلونها لو قال تأكلونها إذن تفنى ولكنه قال منها تأكلون فإن يعني عطاء الله تبارك وتعالى ورزق الله للعباد أكبر من حاجتهم دايما يعني ليست في الرزق لا ليس هو يعني ما يسمى بالندرة النوعية بل الوفرة النوعية دايما ما يخلقه الله تبارك وتعالى العباد ومرزق به العباد هو أكبر من احتياجاتهم تفضلا منه وإن عاما منه سبحانه وتعالى وبالتالي لا تأتي المجاعة والفقر إلا بفعل الإنسان الجاهل إما بجهله بإفساد الحرث والنسل وإما بظلمه في أن يأخذ الغني يعني رزق الضعيف وقوط الضعيف وإما بالإطلاف كما هو مشاهد الآن من إطلاف يعني الأغنياء للفائض الذي عندهم كم من ملايين الرؤوس من الأغنام والأبقار تقتل وتدفن وتباد حتى لا يعني يرخص السعر وكذلك كم من ملايين الملايين من المحاصيل يفنيها الخلق حتى يبقى الرأس مليون وأصحاب الأموال يعني قابضون على السعر وكم من ملايين الملايين من أطلان الحليب تأخذ طريقها إلى المجاري حتى لا يعني تأخذ طريقها إلى الفقراء فشاهد أن الوفرة النسبية هي أساس الخلق والرزق وليست الندرة النسبية كما يقولون ولذلك قال جل وعلا هنا ومنها تأكلون منها بعضا وليس نأكلها جميعا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون نأكل من لحمها ونأكل من لبنها وزبدها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة منافع عظيمة من جلودها وأصوافها وأشعارها وأوبارها منافع عظيمة ولكم فيها منافع وجاءت منافع بالتنكير لعظم هذه المنافع التي في الأنعام ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم تبلغوا عليها على هذه الأنعام حاجة في صدوركم أي حاجة يعني يريدها الإنسان يبلغها من مقصد البعيد والسفر البعيد وكذلك الاستمتاع والجمال في قنيتها وفي الزين التي فيها وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها على هذه الأنعام وعلى الفلك يحملكم الله تبارك وتعالى الفلك السفر تحملون فهل يقدر الخلق قدر المخاطبون يعني إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله بأن خلق لهم بهيمة الأنعام وفيها هذه المنافع العظيمة من الركوب وأكل لحمها والانتفاع بكثرة منافعها قال جل وعلا ويريكم آياته يريكم الله تبارك وتعالى آياته في الخلق رؤية البصر ترى هذه ديت فالأنعام لو أفنى الإنسان عمره ليعرف يعني حقيقة خلقها ويعني منافعها وفضائلها وليحصي نعم الله تبارك وتعالى فيها لم يبلغ ذلك ويريكم أي الله تبارك وتعالى آياته في الخلق سبحانه وتعالى فأي آيات الله تنكرون أي آية من آيات الله تبارك وتعالى تنكرون والحال أن كل المخلوق كل هذه المخلوقات إنما هي منه سبحانه وتعالى وليس هناك من يدعي بأنه خلق شيئا من ذلك ليس هناك يعني إله من هذه الآلهة الباطلة المدعاه أنه هو المتفضل أو هو الخالق أو هو المستي لنعمة من هذه النعم فأي آيات الله تنكرون ثم وعظهم الله تبارك وتعالى فقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض يعني هؤلاء المكذبون المعاندون فينظروا نظر عين ولكنه ينظر هنا نظر اعتبار ينظر ليس فقط بمجرد رؤية العين ولكن نظر اعتبار والتعاض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ينظروا هذه عاقبة المكذبين كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كانوا أكثر منهم في العدد أكثر منهم لا شك أن المخاطبين وكانوا من العرب لا شك أين أمه يعني من هذه الأمم السابقة كانت أكثر من هؤلاء المخاطبين كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأشد قوة قوة بدنية كعاد وقوة مالية وقوة في يعني التمكن والقيام بآثار والبناء والزراعة في هذه الأرض قوة انتاج وقوة ظهور على هذه الأرض وتسخير لها كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض تركهم للآثار في الأرض هذه آثار الأقوام السابقين هذه آثار قوم ثمود وما خلفوه وهذه آثار قوم فرعون وهذه آثار عاد فقد تركوا آثارهم خلفهم في الأرض وآثارا في الأرض قال جل وعلا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون سؤال يراد به يعني النظر والتقرير والتفكر ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أغنى عنهم يعني معنى أفادهم ونفعهم الذي كانوا يكسبونه من هذا الذي صنعوه في الدنيا البناء الشامخ القوة الهائلة البطش بالأعداء الزراعات العظيمة الصناعات الكثيرة ماذا استفادوا من هذا في نهاية المطاف والحال أن الله تبارك وتعالى استأصلهم وأهلكهم ونزل فيهم عقوبة الرب وذهبوا بعد ذلك إلى الجحيم فما الذي استفادوه ما الذي استفادوه بكل هذا الظهور والذي كان لهم في هذه الدنيا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما الذي أغنى عنهم الأمور التي كسبوها قال جل وعلا فلما جعتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العب لما جعتهم رسلهم هؤلاء يعني المكذبون رسلهم بالبينات الدلالات الواضحات من الله تبارك وتعالى فرحوا بما عندهم من العب العلوم التي كانت عندهم في الصناعات والزراعات والتجارات والحروب وغيرها كانوا فرحاً بهذا ولذلك لم يقبلوا يعني دين الله تبارك وتعالى وردوا رسالة الرسل قال جل وعلا وحاق بهم ما كانوا به يستهزون حاق بهم حاط بهم وأهلكهم الذي كانوا به يستهزون استهزاءهم بالرسل وما جاء به الرسل وبالعذاب فكل أمة من هذه الأمم قالت رسولها يلا هات العذاب ايتنا بهذا العذاب الذي تتوعدنا فيه وتدهدنا فيه فهذا الذي استهزأوا به كما قال الله تبارك وتعالى في قوم عاد فلما رأوه عرضا مستقبل أودياتهم قالوا هذا عرض ممتور قال جل وعلا بل هم استعجلتم به هذا العذاب الذي استعجلتم به استعجلوا به تكذيبا واستهزاء ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم أحاط بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون الذي كانوا يستهزئون به فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين لما رأوا بأس الله وعذابه نزل عليهم خلاص عند ذلك رجعوا إلى الله قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قال جل وعلا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا في هذا الوقت ما عاد ينفع الإيمان تهى وقت الإيمان قبل نزول العذاب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده هذه سنة الله طريقته وعادة الله تبارك وتعالى إن الوعظ والبيان والإيضاح إلى قبل مجيء العذاب أما إذا جاء العذاب انتهى الأمر سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون هلالك عندما نزل العذاب وحل ظهرت خسارة الكافر وظهر أن الرسل هم الذين كسبوا في الدنيا وكسبوا في الآخرة صلى الله تبارك وتعالى إن شاء لنا من اعتباعهم بهذا تنتهي هذه السورة سورة غافر أو سورة المؤمن والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر